حياكم الله اليوم بس بتكلم عن شاحن 120 واط من شركة شاومي الشاحن هذا يأتي مع أجهزة مثل ريدمي نوت 11 برو بلس بعض الأجهزة الثانية الغالية شوي لكن كأرخص جهاز يأتي مع الشاحن 120 واط عندنا في الخليج منطقة الخليج اللي هو ريدمي نوت 11 برو بلس طبعا الشاحن هذا زي ما تشافين له ثلاث فتحات راس عندنا في الخليج نستخدم الثلاث فتحات هذه في لندن طبعا في أوروبا نفس الشي نستخدم نفس الشي ثلاث فتحات هذه من الصين جيك فتحتين فموصفات خليجية على قولتهم الفكرة من الشاحن هذا صراحة أنا شوف هنا جدا مهم أنه لو شريت الشاحن هذا وصار عندك هذا زي القطعة الذهب عندك صراحة لأنه يؤدي شغلات كثيرة أول شي الشاحن حقه يشحن 67 واط لأجهزة البوكو فيقول لك والله 120 واط هذا 120 واط لكل أجهزة اللي تدعم 120 واط ويدعم كل الشحن السريع المتوسط اللي 67 واط من شركة شامي وبوكو ويدعم أي شواحن سريع أخرى من أندرويد فمثلا موترولا شحنه 30 واط هذا يدفل كالثلاثين عندي جرات مثلا السامسونج شحن السريع يدعم شحن السريع لسامسونج يسوي أدي أدوات كثيرة صراحة فأنا لو ببيع جهازي اللي يشحن أنا ما ببيع جهاز بدون الشاحن صراحة الأمانة يعني بأشوف لي حل أنه هذا صعب تحصله يعني أول شيء من قوة الشاحن ثاني شيء الأشياء الثانية اللي يأديها هذا الشاحن فلو تبقوا نشوفوا نظرة سريعة هنا عندنا زي ميتم شايفين عندنا دابتر 15 واط 9 فولت وعندنا 27 واط 11 فولت هذا اللي موجود لآن وعندهم 66 20 فولت فور ام اللي هو 66 واط و 66 عفوا 27 واط 66 واط بعدين توصل ل 96 واط ماكسيموم يعطيك تقريبا من إمبوت 20 فولت 4.8 آمب ماكسيموم فصراحة يعني هنا شوف آخر شيء النقطة الأخيرة اللي هنا 120 واط زي ما تم شوفين تحت اللي هي 20 فولت 6 آمب ماكس 120 واط زي ما تم شوفين علامة السيفتي موجودة شيء آخر موجود يعني ما عندك مشكلة في الشاحن إن شاء الله ما في شيء جدا مهم أن أتكلم عنه لأن في ناس يقول لك يشتري الشاحن يبيع ما يدري عنه لكن هذا بعد فترة طويلة يخدمك يعني في حاجات ثانية عموما الله أعطيكم العافية عندكم أي سؤالة أسألة خصوصا بالشاحن شوفكم إن شاء الله على خير شكرا